لبنان يستقبل وحده ثلثاً نازحين السوريين ولا يستطيع البنك الدولي تقديم المزيد من برامج المساعدة ما لم يتلقى دعماً من دول مانحة دعم يؤدي تأخره إلى تفاقم الأوضاع الأمنية الداخلية حسب كبار المسؤولين الدوليين لبنان هو أحد من المزيد من المسؤولين المسؤولين من هذه المسؤولين السوريين المنزل بالجهولة الممتدرة من المنزلة من المتaveل الآخرين يقدمون المنزل بالجهولة لربانان المنزلية الدوليين دا تقديم المستدر على الأسئلة يوظله أن هذا المنزل إلى تك Billboardه بم ن殺ه الهاتف على الأسئلة لذلك يوظل الى السوريين ليس للمنزل الجهولين ويمكن مدى المتاكين هذا لا يوجد بها خسائر لبنان جراء الأزمة السورية وصلت إلى 7 مليارات و 500 مليون دولار ونسبة البطالة بين أبنائه تصل إلى 11% مرشحة للتضاعف جراء النزوح المكثف ومنافسة النازحين للسكان في وظائفهم حسب تقديرات البنك الدولي لكن رئيس البنك الدولي أكد استعداد مؤسسته لتوسيع برامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان بعد أن وصلت حدودها القصوى إذا ما تقدمت دول مانحة بمساعدات فعلية معونات تأخرت رغم عقد مؤتمر مساعدة لبنان في نيويورك في أيلول الماضي في معرض مقارنته بحجم أزمة النازحين السوريين في لبنان بمناطق أخرى قال رئيس البنك الدولي إن ذلك يعادل استقبال الولايات المتحدة لنحو 50 مليون لاجئ خلال فترة قصيرة نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين